وهي ان الطفل قبل بلوغه الشرعي ايا كان البلوغ الشرعي تسع سنوات ادعى السنة تلطعى السنق مصطعى السنة ايا كان على المبنى الذي تختاه قبل البلوغ الشرعي هل هو مكلف او ليس بمكلف ها ماذا تقول واضح حديث رفع القلم يقول رفع القلم عن الصبية حتى ها يحتر اذا هو مكلف او غير مكلف غير مكلف هذا هذا واضح يعني بحسب الارتكاز الشرعي او الذهني ما هو واضح انما الكلام نحن عندنا تكليف بازائه او لا يوجد عندنا تكليف بازائه يعني شنو خلي ذهنة كم يعني امامه الان خارب خمر يريد يشرب مولان انا عندي تكليف امنعه اما ما عندي تكليف امنعه مع انه بالنسبة اليه حلال له حرام حلال هو بالنسبة اليه حلال لانه عنده تكليف لو ما عنده تكليف ما عنده مولانا عمر 13 سنة مولانا قام بعمل ادى به الى الجنابة ممكن او بل ممكن كل مشكلة لو وطأ صبية وصار جنو صار مجنب الان يريد يمثل القرآن مولانا امنعه لو ما امنعه هو عنده تكليف يغتسل لو ما عنده تكليف يغتسل عنده تكليف لو ما عنده ما عنده تكليف انا عندي تكليف انه شاس مولانا قاعد امام التلفزيون مولانا وطلع الصور محرمة شرعان على مبنى من يرى انها محرمة شرعان ولا من اللي يرى مو محرمه شرعان اما على من مبنى بشنو من يرى محرمة انا عندي تكليف اطف في التلفزيون وامنعه لو انا ما يجوز لي لابد انا اقوم هو شنو ويبعد ومئات المسائل هسا هاي فد مرحلة خلولي ذهنك مرحلة ثانية مو انه هو يقوم بالعمل لا انت تتسبب للقيام بالعمل كما في مسألتنا مو انه هو يروح يشرب النجس اللي هو لبن المرضع اليهودية اذا فرضنا انها نجسة ها لا انا اهيئ لمرضع ليشرب منها ماذا لبنا ما هو نجسا فانا مسبب لو مو مسبب يجوز او لا يجوز يعني لابد اعمل بتكليفي لو اعمل بتكليف من بتكليف الطفل بالنسبة اليه يحرم عليه ان يشرب اللبن النجس او لا يحرم عليه لا يحرم لا يحرم عليه اما انا اتسبب في ان يشرب ماذا مرة هو يذهب ويرفع المصحف ويضع يده على الكلمات انا متسبب لو مو متسبب مو مرة لا اشتري لهدية الهدية ما هي اعزائي مصحف من القرآن وانطيه بيده مولانا وهو همات يفعل اقول له تبرك بيهن هو ميفتح القرآن مولانا شنو ها يتبرك بيهن منه تسبب في هذا اصلا اكثر من هذا تقول له بابا هذا ببركة تلزم ايديه وش تسوي له مولانا ها انت ما متوضيه يجوز لك تمس لو ما يجوز لك ها يجوز لو ما يجوز ما يجوز ولكنه تأخذ بيده فتمس بها شنو شايف بعض الناسنا مولانا شي سوي يقول تبرك به مولانا الطفل ما يعرف شي سوي يأخذ ايديه ويقول له تبرك بهذا السيد تبرك بعباته تبرك مولانا هذا الخوش سيد مولانا هذا التسبيب مو تسبيب اصلا هذا بل اساسا يأخذ بيده اصلا ما عند ذاك ارادة واختيار ما عند ارادة يجوز ولا يجوز وهذا اذا فتح هذا الباب مولانا وقلنا بهاي النظري خلي ذهنكم يمي الوقت تقريبا دا ينتهي وقلنا بهذه النظرية يا نظرية اعزائي بنظرية المقدس الاردبيلي المقدس الاردبيلي هذه عبارته في مجمع الفائدة والبرهان المجلد الحادي عشر صفحة مائتين وثلاثة وثمانين يقول ولا يضر الضعف فلان ولا يقاس عليه الاطفال فانهم وان لم يكونوا مكلفين بالفعل الان يحرم عليه او لا يحرم عليه شيء ابدا لا يحرم عليه شيء وان لم يكونوا مكلفين بالفعل ولكن يصيرون مكلفين ويتعودون بعد ذلك اعزائي فهم في صيرورة ماذا التكليف والناس يعني المكلفون والناس هنا في قبال الاطفال يعني ماذا يعني انا وانت يعني المكلف والناس مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم واضح او لا اذا تعمل بتكليفه لبتكليفك اي منهما بتكليفك يعني اذا اراد ان يمس القرآن ولو انت مو سبب لابد شن ماذا تفعل تمنعه عن ذلك اذا اراد ان يرتكب اي حمل فيه حرم الشرعية لابد ماذا تمنعه عن ذلك وانلا انت جنو وانلا انت مآثم في ذلك ولهذا السيد السبزواري قدس الله نفسه عندما يأتي هس ان شاء الله اقرأ المسألة لكم عندما يأتي الى هذه المسألة يقول لما ارسله المحقق الاردبيلي يعني في مهذب الاحكام المجلد الاول صفحة خمسمية واربوطعش عزائي قال لما ارسله المحقق الاردبيلي ارسال المسلمات اصلا لم يقم عليه ماذا دليل ليش ماذا واضحة بعد واضحة واحدا من يقول لك واضحة ومثل المحقق الاردبيلي بعد انت شون تقدر مولانا بعد انت تقول له ذلك الشي هو هذي من كلمة واضحة مسلمات اصلا انت تخاف منها بعد ترجع مولانا خطوة الى الخلف مولانا هذه طبيعتنا طبيعة الانسان مولانا لانو ما يقدر يكون خارج ماذا خاط اطار الجمع مولانا مو فقط لا يستطيع ان يكون خارج اطار الجمع والمجتمع سلوكيا بل لا يمكنه ان يكون خارج اطار المجتمع والجمع ماذا فكريا ولهذا هيتأخذه الوحش والغربة والخوف و الى غير ذلك اما اذا شاف الكل يقولون بهذا يقولون ما يصد كلهم يروحون للنار ما يصدوا هذا احد الادلة يقولون ما يصد كلهم يروحون للنار لما ارسله المحقق الاردبيلي ارسال المسلمات من ان الناس هاي عبارة من عبارة الاردبيلي في مجمع الفائد والبرآن صفح مجلد اهدعس صفحة مئتين وثلاثة وثمانين اربعة وثمانين من ان الناس مكلفون باجراء احكام المكلفين عليهم التفت جيدا اوه وايم عجيب عجيب واقعا يقول فان كان ذلك اجماعا بعد اكو مجال للمناقشة او لا يوجد وان كان يدعي مع عنه كلمات السابقين او كوه اصلا متعرضين لهم ما متعرضين يقول فان كان ذلك اجماعا و الا اما اذا ما اكو اجماع فللمناقشة فيه ماذا مجالون و الا اذا ادعى المحقق الاردبي للاجماع فما يصير بعد واحد يناقشنه هذا البحث ثم يقول امرا غريبا جدا اعزائي يقول و اما الاستدلال على الجواز يعني جواز تسبيبي شربي النجسي ها للطفل في باب المرضعة لان انت دا تسبب دا تستائجر مرضعة حتى تعطيه ماذا لبنا هسا هنا بحث مفصل بين الاعلام بعد ما رد ندخل به انه هذا اللبن نجس يعني عين نجاسة لو متنجس ياه منه اذا قلنا ان اللبن جزء من المرأة فهو شي صير عين النجس اما اذا قلنا ان اللبن ليس جزءا من المرأة بل هو طاهر ولكنه لانه يمس ماذا بدنها فشي صير متنجسون هنا ايضا فصلوا ها لان الاعلام فصلوا بين جواز اسقاء النجسي للطفل وبين جواء اسقاء ماذا المتنجس مولانا وفصلوا كل كلام اذا اشير ان شاء الله اليه قال واما الاستدلال على الجواز بما دل على جواز استرضاع اليهودية يقول البعض دل استدلة لانه عجيب مولانا صار الدور عند جملة من الفقاء في هاي المسألة اذا هناك يستدل بهاي ما الارضاع اذا هناك يستدل موين باهل الكتاب مولانا في وحده حولها على اللغر مولانا ولهذا بعض استدل بالطهارة بطهارة اهل الكتاب بجواز الارضاع التفت وبعض استدل بجواز الارضاع هناك قال هذا دل على الطهار وهكذا واحد يعكس على الاخر ولهذا قلت بانه لا بد ان نقف عند هذه المسألة اما كلام السيد السبزواري التفتوا جيدا يقول فيمكن الخدشة فيه بانه من ادخال النجاسة في الباطن ولا حكم له كما مر ويأتي يقول لا محذورة فيه لماذا لانه هذا الطفل عندما ديمتص الثدي فهو ظاهر له باطن باطن وادخال النجاسة في الباطن باشكال لو ما باشكال ما باشكال فواحد يجيب له مولانا خنزيرة مولانا ياخذ الحليب الخنزير وشه ها يعطيه ما كون مشكلة مو احسنتم لا يكون بالظاهر مولانا لا يكون بالظاهر انا ما ادري يقول بانه الحليب في الباطن مو نجيس لانه مدى يخرج ظاهرا امان هو امر غريب يقول بانه لا هو نجس ولكنه بشكل شنو خاذا لازمه بين اذا نجس اما انت اما تخليه نايز تخليه بشنو مباشرة اه هاي الشكل حتى انه ما 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 فهمت انه سوارين انا ماذا يريد ان يقول هذه المسألة تحتاج ان نقف عندها قليلا حتى نرى انه يمكن ان تكون دليلا على طهارة اهل الكتاب او لا يمكن وهي مسألة ابتلائية يعني ما احد ما مبتلى بمسألة ماذا ها بمسألة النجاسة طبعا هذه المسألة مفكروا بها لها ارتباط مباشر بمسألة المصالح والمفاسد الواقعية والحمد لله رب العالمين